موسيقى استيلا امبلا بوشي اندلوشي مسكر بس من احياني سفا زا فاقن بيوتفول سينكس ان دوارد ان لبنان ان دوارد يعني ببلد لبنان انه الدولة متطبعة طريقة اعمل نفسك ميت يعني بس تصير لمصيبة بصيرو هنو متلنا متل يستحب اللبناني وناطرين حدا يجي يحل الموضوع يعني بصير يطلع الوزير او النقب يقول لك هيدا الشي مش مقبول وبطريقة جلاسي بوصل لك ايها انت به وهي دي مش حالة عايب الشوم هيدا وضع ما بينحمل لازم مسؤولين يا عملو شي بقى لا هي اخو المنقوشة يعني ازا اللي خلي فتاك ما تحركت مين بدي يتحرك السلطة والمال والقرارات و بقدمين يا اخي بقدمين فهمونا عمشان نعرف يعني انتو المفروض تعملو شي مش امياتنا اللي صار يا شماعة ان كل يوم بينقطع شي بالبلد قوي ايا اها بوصلء كفيمات قولنا بسيطا اجعل قطع الزات قولنا بتسير اجعل ان اقطعت بعض الادوية قولنا مناخد نفس التركيبة بس نوعية تانية ومنطبقتمنا ومناخد جاز مبنيعنا لماشي الحال بس انو توصل فيكن انو تقطع حليب الاطفال والله العظيم والله العظيم قليلة من القلب عليكم غطلووو قليلة لو الاسراءaliye ما عملوه فينا يعني انا قد ازا قطعتوا عني شي عصير بحبه او شي لكود بحبه برض عصدي تفرقش معي بس الصب صغير يا اخي الاطفال والله العظيم عابع عليكم لك صار كفر اللبناني اللي مكورة المصدوب بالبات وقاعد بلا شغل صار بدي ينصل على الطريق يدور متل الزليل اللي يترجى الصيدليات كل مال علبة الحليب اول سؤال لا الحليب مقطوع يا دولة لا الحليب مقطوع يا حطت من جوه يعني مش معقول ما تقطع يا اخي انا بدي فكر لازيك ما لازيك ما مش انتم طبعون البدات واللي بتفهموا عاملين حيالكن مسؤولين عن البلد طيب انا بدي وعد عادتكن ويحكي لازيك ما كان هيقاسك زا بوبز اف بقرة شو تغير فيه يعني بز البقرة شو تغير فيه بقى هاي داك الشهر وهالشهر نفسي افهم بالعكس بالعكس البقرة نفسية لازم تكون احسن ومرتاحة وعم بتكوب حليب اكتر لانه مهدا قادر يشتيا ويتباحه عم تتغندر هلا هيه هيه laughing هيو بستبال تاني شبت ال我不 있�ري لا بقطوع اسى صدر المادبي ما الشاف عطاك عمره وعند طفل بتضيور طع البالاشتي اوواواواواواواواواواواواواواق كل الوقت شاب قولها شاب قلوا انطار يا حبيبي انطار لانه دولتك بعد ما فتحت اعتبادات الدولار المستورد انطار انشاء الله هلجبعة بتنحل اكيد مش رح يسكت اذا بقل له هاك ومتل يعني مش فاقه بشتاله وبضحلات باركي مسلا انا عم فكر بطريقة حلوة هم؟ يعني كمان لازيك مال حلقة كلها لازيك مال يوم باركي بياخده عند مرط الوزير او مرط النائب اللي فاتحة جمعيات لتبيض الاموال وسرقة المساعدات ومملوح رحطه طوت عشيه ولا يشيل شي من الحلقة بداني سعيدة باركي بياخده عند مرط المزرع والنواب اللي فاتحة جمعيات لتبيض الاموال وسرقة المساعدات يا معالي وزير الاقتصاد يا حبيبي يا حبيبي انت يا كبيرنا بوس اجرق خلص انجازات يا اخي رحمونا بعدها انت الحمحال اخذ التقلق ما بيسوى يعني هالنجاح الاد ما بيسوى اه والله يعني كم معنى قبل دولار روحت استثمرتلنا فيهم ببضاعة مدعومة وما شفنا شي من هالبضاعة طب اليان بعلي اسمني شهور على خطة الدعم الرائعة اللي حضرتها قبتكرتها ايه شي خبرني شو بعد فيه شي بدعم بالسوق جلن الزات 80 الف كيس الروس 50 الف يعني والله العظيم هالمصاري اللي صرفتل على الدعم لو كنا عم نرشتل على قصب المعاملتان ما كانوا خلصوا بهالسراعة كانش عم بيسير معكم واهم شي بس يقول لك بكل ساقة انه ليش عم تهجبوا على المحلات وتمونوا ما هي كل شي موجات وبصيروا بهدل العالم لانه خايفاني وعم تركض وتعزق حالة على السبر ماركات لاتمون ما عاش في شي بالبلد بنقطع ما عاش في الا ما قطعتوه شو بدكم؟ مش عم بفهم النتيجة هيها امتي؟ لبنان امتي؟ شوف يا لبنانيين خمس مليان وصلنا لمحال معاش تركولنا شي ولا حنقدر عليهم الا بالدعاء مش مطلوب من نقصي انت واقعد ببيتك بس قول كلمة امين معي امين وهان نحن عم نقصد لوصلونا لهالوضع هلا بتقولولي في ايادي بيضاء وفي ناس نضيفي ميشي عراسي بس لوصلونا لهالوضع قولوا امين معي لقولك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل بسئارهم بوزيتف يا ارحم الظالمين اللهم اجعل كورونا في بيوتهم وفي جيوبهم وفي منازلهم وفي سريرهم وفي غرف نومهم وفي اعماقهم وفي كبورهم وفي كرخ وفي ابصارهم وفي عقولهم بكل شيء يا ارحم الراحمين اللهم اقطع نسلهم يا ارحم الراحمين اللهم ابعد عنا زريتهم الوسخة يا الله اللهم اقطع عنهم الداء والدواء والامن والامان والاستقرار والملبس والمشرب والمأكل يا ارحم الراحمين اللهم اجعلهم يموتون على ابواب المستشفيات ولا يجدون من يساعدوا يا ارحم الراحمين اللهم اقطع عنهم مكنات الاكسيجين يا ارحم الراحمين اللهم اقطع عنهم الحليب كامل الدسم والزيره فات والزيره الاقتغس واللي معه الاقتغس والطازج والمجفف وكل انواع الحليب يا ارحم الظاحبين اللهم ارنا يوما فيهم الله ينعنكم قولكم سوا امين